موسيقى بتسألني ليش اخترت الموضوع انا بكون اكبر مجرم بكون اكبر مزيف اذا عم بقدم لك مسيحية باسف هيك يعني بطريقة عشوائية انه كل ياتنا واحد وكلنا منحب الله طبعا انا بتكلمش عن يتوجه الانسان والله كل انسان مخلص الله بيشوف كل قلب والله بيحاسب كل انسان انا مش ديان ولا انه في وظيفة اقول مين بروح على السماء او بروحش على السماء انا اللي بحكيه هو يعني ايش الكتاب قدم هذه الحقائق عن يسوع المسيح بس بالحقيقة انا بكون فعلا مجرم اذا ما قلتلك انه فعلا الله بحبك فعلا المسيح مات من اجلك فعلا المسيح عاوز يخلصك من الخطية من العار من الزل من القيود من الشيطان من الخطية بكون اكبر مجرم اذا ما بقولك انه المسيح عاوزك انك تكون في علاقة حية شخصية بكون اكبر مجرم اذا يوم من الايام وقفنا امام الرب الديان وبتطلع علي كان انا عندي الفرصة انه اخبرك وما خبرتك بشان هيك انا بتكلم عن يسوع المسيح بكل محبة بدون اهانة لكن من ناحية تاني بكل سلطان هذا ما يقدمه الكتاب المقدس يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص يسوع المسيح هو المخلص الوحيد هو الطريقة اللي الله اختارها كلمة الله متميز يعني لما بتقارن شخصيته في اي انبياء على طول يعني حس ببسيطة جيب كتاب او كتاب اخر ابتدي فكر كيف هذا النبي ولد كيف المسيح ولد مين عائلت هذا النبي مين عائلته طيب كيف حياة هذا النبي كيف حياة يسوع المسيح شو تعليم هذا النبي شو تعليم يسوع المسيح هل النبي هذا قدم اي معجزة اي سلطان الهي امام الناس ولا ممكن يدافع عن نفسه بالكلام او بالسيف او بالحرب بينما كيف تصرف مثلا يسوع من خلال الكتاب المقدس كيف انتهت حياة هذا النبي هل انتهت حياة يسوع المسيح هل قام بخلاص بفداء بانقاذ الانسان يسوع قام بعملية الانقاذ هل هذا النبي حي لا ميت والناس بتزور قبره لهذا اليوم المسيح حي اه بزوره قبره لكن قبر فارغ ليس هو ها هنا لكنه قام حي الى ابد الابدين فلما بتجي بتقارن طب هل النبي عم بيشفع شفيع المسيح هو الشفيع هل النبي مقرب الى الله يعني يعني هل هو رسول ولا مثلا ابن او كلمة يعني ايه فكر بالكلمات التي تطلق والالقاب على كل شخصية من خلال هذه الالقاب تستطيع ان تستشف تستنبط انه لا تستطيع ان تقارن يسوع المسيح اه سكرات كان عنده تعليم اخلاقية وفعلا دفع الثمن بسبب اخلاقياته لكن اين اخلاقيات سكرات او افلطون من يسوع المسيح دول يعني يعتبروا من اعظم المعلمين في العالم في بعض مبادئ حلوة في البودية لكن اين هذ المبادئ من يسوع المسيح خلينا نكون صرحين يعني ادرس التعليم ادرس المعجزات ادرس الهوية الشخص نفسه الشخصية ادرس حياته رسالته دعوته نهايته سيرته عمله طب المسيح حي المسيح دعا اتباعه ان يذهب ويكرز بالانجيل وبعدين من امن واعتمد خلاص وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يعني حي ما زالت الكنيسة بتعمل بتكمل عمل يسوع المسيح على الارض من الكرازة من الخلاص من عمل الخير من اخراج الشياطين من تحرير الناس من الشياطين من العبودية من شفاء الامراض يعني ما زالت الاكستنشن الامتداد لمعجزات المسيح بتتم لانه المسيح حي يتواصل يتفاعل حتى يومنا هذا اشتركوا في القناة